هذا ويستمر الإقبال على الحملة الوطنية للتطعيم في مملكة البحرين حيث بلغ مجموع من حصل على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء يوم أمس الأحد أكثر من مليون ومائة وخمسة وتسعين ألف شخص فيما تجاوز عدد الحاصرين في الجرعة الآن الجرعة الثانية من التطعيم مليون ومائة وتسعة وستين ألف شخص ها قد تلقى الجرعة المنشطة من التطعيم سبعمائة واحد وأربعين ألف وتسعمائة وثلاثة وخمسين شخص هذا ويشدد الفريق الوطني الطبي على ضرورة المبادرة والتسجيل الحصول على التطعيم للوصول إلى المناعة المجتمعية التي ستسهم بدورها في عودة الحياة الطبيعية